خليني أبدأ بحضراتكم بسنة جميلة وسعيدة للنادي الأهلي سنة سابقة 23 يعني أعتقد سنة مميزة في كل شيء من النواحي الرياضية والإدارية والهندسية والإنشائية وكل شيء داخل النادي الأهلي هي يعني يقدر نقول سنة استثنائية اه امتداد للموسم الاستثنائي اللي هو سبق اهتم الاحتفال به يعني أنا بشوف برضو ان النادي الأهلي بيواصل يعني حملته النجحة عشان يدافع عن الألقاب بتاعته وإن شاء الله بإذن الله بدأ بالسوبر المحلي بشكله الجديد في وجود ثلاث فرق بنحترمها كلنا ونقدرها ولكن في النهاية كان الفوز للنادي الأهلي والتتويج باللقب يعني للمرة سبعة ولا كامة الاربعتاشر سوري الاربعتاشر لأنه ضعف حدد الأندية التانية كلها اللي فازت يعني فطبعا حاجة كانت جميلة جدا واعتقد انها هتكون بداية لكل العاملين في قطاع كرة القدم بداية مشجعة سواء اللي عاملين او الجهاز الفني نعم ويمكن عشان كده كابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مع لجنة التخطيط وميستر كولر برضو كان شيء جايد جدا انه في بداية هذه المرحلة لتقييم ما سبق والتعرف على الاحتياجات خلال المرحلة القادمة طبعا بالنسبة للانشاءات كان افتتاح الفرع التجمع طبعا او مقر التجمع ده كان انجاز كبير جدا في الوقت اللي الناس بتعاني من لا ونتا تساح 80% كمان من الاجمال المباني اجمال المساحة يعني طبعا حاجة كويسة جدا يعني النادي كله يعتبر بالزبط ويدل على انه في خطة متوازية سواء على المستوى الرياضي في كل الالعاب او على مستوى الانشاءات هذا الشيء اعتقد يعني يبشر بالخير لما هو افضل باذن الله في العام اللي هيبتدي معاكو بعد دقايق يعني شاء الله السيد محمود تقدر تسميه موسم صوبر موسم السيسناي صوبر كرة القدم صوبر بسكت صوبر يد كل دي بطولات كل بطولات اللي اتلاعبت خارج مثلا الوطن انت فست بيها التوفيق كان حليفك كنت حاضر بقوة محرين امارات كويت قدرت في الامارات في الكويت قدرت تعمل انجاز كبير جدا وانت بدأت موسم تفوقك بصوبر على المنافس التقليدي بتاعك البداية الموسم اللي فات وكملت الموسم انت بدأت مثلا بصدمة خسارة الصوبر الافريقي الدول الافريقي لم يكن على المستوى لكن نهيت عاوز اقول ختمت السنة وبدأت الموسم جديد بالنسبة لك بطولة صوبر وانجاز مهم جدا انت رايح لفترة راحة منتخب مصر رايح يبدأ بقى الجولة بتاعت وكلنا هنتابع لا شك انه موسم استثنائي للنادي العالي على صعيد فريق كرة القدم على صعيد كل الالعاب انت عملت اعتقد اربعة وعشرين بطولة من سبعة وعشرين ده في حد ذاته رقم استثنائي يعني ما بحصلش كتير يعني بالصورة دي اعتقد انه كمان على المستوى الانشائي انت عامل شغل كبير جدا بالاضافة لافتتاح مقر التجامع في القاهرة الجديدة ايضا انت عندك تطورات وانشاءات كبيرة جدا يمكن الظروف ما سمحتش انك انت تفتتح حد التطورات اللي في الشيخ زايد وعنها كلام يمكن في حاجات كتيرة يعني اميرا عندك انتم افتتاحها وتمت العمل وتسيير في خدمة الاعضاء انت عندك جملة منشاتها تتم مع عمدات السنة الجديدة كلها جدا في فرع التجامع عندك مقر التجامع يبقى في حمام سباحة كبير خلاص بيتم تخليط الانشاءة وعندك بده لسه جملة صلاة في زايد عندك في مدينة نص في شغلتان يعني عاوز اقولك ايه انت بقيت كمان في كل مكان وغير بقى المقر اللي هيتعامل يعني السنة كمان في الخارج بقى خارج الدائرة الكبيرة طبعا فاعتقد انه ده في حد ذاته شيء كويس ده مش كتير على الاهلي ده الاهلي يستحق يكون في مكان اكبر من كده الاهلي يحط اسمه مكانته على الطريق العالمية على الطريق الافريقية على المحلية انت الاعباء بتزيد يوم عن يوم بتخلي يعني مسؤوليتك تحتاج الى مزيد من العمل منزلت اصر واقول على الاهلي وعلى قدرته على مسؤوليه ان ينشغلوا بتصديح الاخطاء بتاعتهم وان لا ينشغلوا بما يقال او يدفع باتجاههم لانه هدفه هو يقاف السفينة السفينة لان تقف باذن الله السفينة تسير بمزيد من العمل من الاخلاص من التركيز من اسعاد الجماهين ليكون برضو موسم برضو اوضاف لانه عندك موسم الدور هيبقى صعب جدا في زل اللي انت شايفه بطولة افريقيا برضو هتبقى محطة من المحطات الصعبة مش هتكون سهلة فاعتقد هيبقى فيه عبء كبير جدا على الجهاز الفني وعلى اللاعبين وعلى الادارة في الفترة الجاية بقول ناخد من الانجاز مزيد من العمل وصلت للقمة بحتاج انك انت تحافظ عليها وده اصعب الشيء كتب النساء اشتركوا في القناة